موسيقى نشرة مفصلة للانباء من الميادين وتتابعون فيها موسيقى اطلاق نار على دورية اسرائيلية في نابلس وقوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة تونس ترفض اتهامات المغرب باتخاذ موقف عدواني تجاهها على خلفية استقبال زعيم جبهة بوليساريو والرباط تستدعي سفيرها للتشاور المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي يفشل في التوصل لبيان ختمي والوفد الروسي يعلن ان كذب دول بشان اوكرانيا منع صدور البيان مدفيدف يهدد اوروبا لن تحصل على كميات الغاز المتعاقد عليها اذا حاولت لي ذراع روسيا برفضها اطلاق خط التيار الشمالي اثنين موسيقى اصيب فلسطينيان بالرصاص المططي واكثر من عشرة بالاختناق بالغاز المسيلي للدموع خلال عمليات التصدي لقوات الاحتلال في بلدة دير الشرف شمال غرب نابلوس وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيط دوار البلدة بعد اطلاق نار في المكان حيث عملت على اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين تزامنا مع اجرائها عمليات تمشيط بحثا عن منفذي عملية اطلاق النار هذا فيما نفذت القوات حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة قال المدير العام لنادي الاسير عبدالله الزغاري ان الامور ذاهبة نحو التصعيد ان استمر الاحتلال في قمع الاسرى مؤكدا للميادين ان الاسرى يتوجهون لحل الهيئات التنظيمية اذا ما استمرت هذه المنظومة في هذه الاجراءات تأكيد امور ذاهبة باتجاه التصعيد وهذا ما يتحمل مدنية هو الاحتلال الاسرائيلي ومنظومة ادارة الاسرائيل التي تستمر بفرض هذه القدود والاجراءات بشكل سابر ومن شخص ذلك ان يتاهم بخص حالة من البلبلة وعدم الاستقرار لدى المواطنين وبالتالي الاسرى ذاهبون اعتبارا من يوم الاحد القادم الى حل الهيئات التنظيمية والهياكل التنظيمية المختلفة لمختلف الفصائل وهذا من شأنه ان يرفع حاسبت وقتر داخل اقتام المعتقلين نخلص ان اضافة مصرات جون تعودت ان تتعامل مع المعتقلين من خلال الهيئات التنظيمية ومن خلال ممثليه الاسرى وهذا من شأنه ان يجعل اضافة جون ان تتعامل مع كل اتعامل بأي قضية تحتاجها وبالتالي هذا جزء من الخطوات المضالية الاضافية التي متاعها المعتقلون اعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا ان دفاعات سورية اسقطت صاروخين وسبع قذائف اسرائيلية موجهة خلال الغارة الاسرائيلية الاخيرة على مدينة مصياف من جهتها نقلت وكالات انباء روسية عن ضابط روسي كبير قوله ان القوات السورية استخدمت مضادات روسية في تصديها للغارة مشيرة الى ان الضربات استهدفت مركزا علميا سوريا للأبحاث في مصياف تكرار القصف الصاروخي على اكبر القواعد الامريكية شرق الفرات في سوريا واجواء التململ العشائري تشيب نمو مقاومة شعبية متصاعدة ازاء الوجود الامريكي شرق الفرات محمد الخضر حرية تحرك ومناورة طالما تمتعت بهما الاليات الامريكية شرق الفرات لن تتحى في الافق القريب خمس هجمات بالقذائف الصاروخية استهدفت خلال اقل من 48 ساعة القاعدتين الامريكيتين في حقل العمر ومنشاة كونيكو النفطية شمال دير الزور تطور ميداني جديد لم يألفه الامريكيون في سوريا منذ تدخلهم فيها قبل سبع سنوات واضطرهم الى اصدار بيانات رسمية يقولون فيها انهم قادرون على الرد وحماية قواتهم المنتشرة من شرق الفرات وحتى قاعدة التنف في المشهد الميداني تم استيعاب ضربات امريكية امتدت من مستودعات عياش ومعسكر الساعقة غرب دير الزور وحتى محيط الميادين جنوب شرق المدينة بنحو 40 كيلو متر حرب مباشرة يعترف الامريكيون فيها بإصابات بشرية واستحالت استنفار بأحدث ما توصلت اليه ترسانتهم الحربية من مسيرات وطيران حربي واجهزة انذار وحتى استخدام مسلح قصد على الارض حالة التعكس حذرا زاد من خطورته تنامي الرفض الشعبي للوجود الامريكي وعبرت عنه عشرات المشاهد لعرقلة مرور الاليات الامريكية في ارياف دير الزور والحسكة وحتى مواجهة المجتمع المحلي لقوات قصد مواجهات في عنوانها المباشر التذمر من الحالة المعيشية ونهب الثروات النفطية وفي عمقها رفض لهيمنة قصد على الاقتصاد والمعيشة وكل تفاصيل الحياة في منطقة تشكل العشائر عمودها الفقرية رفض تكرر في عشرات الصدامات ووصل أخيرا إلى سيطرة أبناء بعض القبائل على بئر النفطية في حقول العزبة شمال دير الزور وانتزاعه من قصد في ظل صراع بدأ يتطور مستندا إلى مناخ محلي وأقليمي رافض للوجود الأمريكي بالدرجة الأولى مشهد مرشح وفق تطورات الأرض لأن يكون أكثر سخونة في مواجهة نهب أمريكي منظم لثروات السوريين النفطية والزراعية وتهديد وحدة أراضيهم محمد الخضر دمشق الميادين أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي وجوب أن توفر مساعي الوفد الإيراني المفاوض في الملف النووي أسباب إلغاء العقوبات التي فرضت على إيران إسلامي أكد أن الوفد المفاوض استطاع نقل مطالب تهران بشكل كامل وشفاف للطرف الآخر مع الحفاظ على كل الخطوط الحمراء وقال أن هذه المساعي يجب أن تسمح للبلاد بمواصلة مسار التطور والتنمية بعيدا عن المضايقات أفادت وسائل علام إسرائيلية عن لقاء جمع خمسة رؤساء أركان سابقين في جيش الاحتلال بحث المخاطر الحقيقية على إسرائيل رؤساء الأركان السابقون أجمعوا على خطر إيران وحزب الله وحركة حماس على إسرائيل لكنهم أكدوا وجود تهديد وجودي داخلي مشيرين إلى أن أخطر مظاهره يتمثل بغياب الرابط الداخلي والتضامن في المجتمع الإسرائيلي كما شددوا على ضرورة أن يكون الجيش فوق كل الخلافات والانقسامات رئيس الموساد الإسرائيلي وصف الاتفاق النووي الوشيك بالكارثة الاستراتيجية مشيرا إلى أنه لا يلزم تل أبيب وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها منال إسماعيل دخول رئيس الموساد دافيد برنيع على خط السجال في إسرائيل بشأن مقاربة توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران وتأثيره في إسرائيل أثار الكثير من التساؤلات ولسيما بعدما سبق أن وصف الاتفاق بالكارثة الاستراتيجية على إسرائيل رئيس الموساد تطرق في سلسلة اجتماعات داخلية إلى الاتفاق النووي وقال إنه سيء جدا بل هو كارثة استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل وقال أيضا إن إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق وإنها ستعمل ما بوسعها لمنع إيران من حيازة قدرة نووية وإذا لم نفعل ذلك فإن إسرائيل ستكون في خطر تصريحات برنيع التي أتت في إطار إجاز استخباري مغلق تعد استثنائية برأي محللين لكونها تتناول مواضيع حساسة بهذه الطريقة خطوة شاذة أن يتحدث رئيس الموساد بنحو علني مفتوح في موضوع حساس بيننا وبين الأمريكيين هو لم يختر كثيرا كلماته في تعليقه على الاتفاق خبراء توقفوا عند توقيت إطلاق رئيس الموساد مواقفه التي أتت بعد لقائه رئيس الحكومة يائر لابيد وبعد زيارة وصفت من ناجحة لرئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتة إلى الولايات المتحدة ومع وجود وزير الأمن بني جانس في واشنطن أنا لست متأكدة أن رسالة التي بثت بكلام رئيس الموساد هي التي أراد لابيد أن تبث لأننا سمعنا من محيطه ومن جانبه وبصوته رسائل مغايرة كليا رسائل مدفائلة ومشجعة ولسيما أنهم في مكتب لابيد يقولون أن زيارة حولاتة لواشنطن كانت فعالة أكثر من المتوقع بل وحتى ناجحة وكلام لابيد لا يتناسب أبدا مع ما سمعناه من رئيس الموساد الرسائل المتناقضة لرئيسي الحكومة والموساد في مخص الاتفاق النووي تثبت برأي محللين أن المعالجة السياسية الإسرائيلية للخطر الإيراني فاشلة ومقلقة اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن العرض المطروح على الطويلة بشأن الملف النووي الإيراني أفضل من عدم وجود عرض على الإطلاق وأضاف في حديث صحفي في الجزائر أن باريس ستدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم تأثر القضايا العالقة بالضغوط السياسية أعتقد أن هذا الاتفاق إذا أبرم بشروط المعروضة اليوم مفيد وأفضل من عدم وجود اتفاق إن الاتفاق لن يحل كل شيء فهناك حاجة لمزيد من التواصل مع تهران لمناقشة برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ في المنطقة وتصرفاتها المتعددة المزعزعة للاستقرار أعربت وزارة الخارجية التونسية عن استخراب استغرابها الشديد مما ورد في بيان المغرب بشأن مشاركة وفد من جبهة البوليساريو بفعليات قمة تيكات ثمانية في تونس وفي بيان قالت إنها قررت دعوة سفيرها لدى الرباط للتشاور وأبدت الخارجية رفض تونس القاطع لما تضمنه البيان من اتهامات باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب وشدد البيان على عدم تدخل تونس في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها كما ترفض التدخل في شؤونها الداخلية وسيادة قرارها الوطني لافتا إلى موقفها الثابت بالحياد في قضية الصحراء الغربية وحرصها على العلاقات الودية والأخوية والعريقة مع الشعب المغربي وقررت المغرب مقاطعة قمة توكيو للتنمية في أفريقيا والمنعقيدة في تونس كما استدعت سفيرها لدى تونس للتشاور ردا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على هامش القمة وهو ما عدته الخارجية المغربية في بيان عملا خطيرا وغير مسبوق يشار إلى أن بيان الرئاسة التونسية لم يذكر صفة لإبراهيم غالي وغير بعيد عن المغرب وتونس سيوقع الرئيسان الجزائري والفرنسي اتفاق أعلان مشترك من أجل شراكة متجددة وملموسة وطموحة بحسب ما أعلن قصر الأليزي وكان ماكرون قال إن ملف الذاكرة المشتركة مع الجزائر محقد جدا وحساس وينتظر شجاعة مشتركة لفتح الأرشيف في اليوم الثاني من زيارته الجزائر اختار رئيس الفرنسي يزور المقابر المسيحية ويقف دقيقة صمت على أرواح ضحايا حرب الجزائر وهو موقف نفسه الذي قاده إلى مقام الشهيد رمز شهداء ثورة التحرير إنه يساوي بين الضحية والجلات يقول مؤرخون ويلوح بالنسيان لتجاوز مسائل التاريخ المعقدة للعيش بعد مأساة الحرب يجب أن ننسى هو قانون الوجود وهذا ما يجب أن ينطبق على الجانبين وإذا أردنا التقدم فأنه يجب أن لا نبقى رهينا التاريخ وأعتقد أن جيلنا يمكنه أن يفعلها لأننا لم نكن طرفا مشاركا في الحرب طيف واسع من النخب الجزائرية المثقفة ومؤرخون رأوا أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن ملف الذاكرة لا ترقى إلى مستوى الاعتراف الصريح بجرائم فرنسا في الجزائر وهو هروب فرنسي رسمي إلى الأمام وربح للوقت من أجل إبقاء ورقة ضغط تشهرها بريسة للحفاظ على بصالحها الطاقوية والاستراتيجية إذا اعترف بهذه الذاكرة فهذا يجعله يدفع ثمن كبير جدا وهذا هو يتحاشى هذا الأمر يعني هو على باله بال لهذه الجرائم من أراها يعني إذا اعترف بهذه الجرائم ليس مجرد اعتراف تصبح هناك حقوق يعني يصبح هو يخاف من هذه الحقوق التي تستوجب أن يردها لجنة مشتركة ثنائية وموسعة من الخبراء ستفتح الأرشيفة وتنطلق من جديد في مسيرة بحث عن توافقات تاريخية قد يستغرق عملها سنوات الولاية الرئاسية للرئيس الفرنسي يقول مؤرخون لم يأتي بجديد هكذا علق مثقفون وباحثون في تاريخ المشترك بين الجزائر وفرنسا فبريس بحسب مراقبين لا تزال تساوم في ملف الذاكرة وتخشى الوصول إلى الاعتراف الذي سوف يجرها حتما إلى دفع تعويضات لا حصر لها سوفيان مراكشي العاصمة الجزائرية النايدين قتل عدد من عناصر تنظيم داعش إثر ضربتين جويتين نفذتهما القوات الجوية العراقية استهدفت خلالهما وكرا مهما تابعا للتنظيم بالقرب من وادي أبو مقانير شمالية منطقة جباب ووفق خلية الإعلام الأمني فقد جاءت هذه العملية بعد محاصرة قطاعات من الفرقة السابعة ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني بالتنصيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة هذا الوكر وقد أسفرت العملية أيضا عن تدمير الوكر بشكل كامل ونبقى في العراق حيث أكد خطيب صلاة جمعة التيار الصدري مهند الموسوي أن الفساد وصل إلى حد لا يطاق وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء أن الشعب يعاني من ضياع الحقوق داعيا القضاء لإعادة الأمل إلى الشعب ليعلم الجميع أننا نهضنا لأجل الحقوق المسلوبة والتي يراد لها أن تضيع وكل الشعب يعاني من ضياع الحقوق ويصرخون بها وسوف يسألون عنها يوم القيامة وليس كلامي هذا استعطافا لنصره أو طلبا لمعونه فإن الجميع يعلم أن الحقوق تسترد ولا تعطى ويعلم الجميع أننا لا نطلب نصرا من غير الله تبارك وتعالى ولا نطلب عزا من غير الله تبارك وتعالى ولا نطلب قوة من غير الله تبارك وتعالى لا نستعين بالخارج ولا غيرهم فاصل ونعود أهلا بكم من جديد فشل المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي من دون أي بيان وسط خلافات جوهرية بين الدول الأعضاء على فحو البيان الختمي فبعد نحو 26 يوما من الاجتماعات ومناقشة مسودة بيان طويل أعلن الوفد الروسي عدم دعمه للبيان الختمي فختم الرئيس الجلسات بالإعلان عن الفشل وبحسب الوفد الروسي فأن التصريحات الكاذبة والمسيسة لبعض الوفود بشان أوكرانيا مناعت التوصل لتوافق حول البيان الختمي ويعد هذا الفشل الثاني بعد المؤتمر الذي عقد عام 2015 والذي لم يخرج ببيان جماعي يومها بسبب الدفاع الضمني الذي أبدته الدول الغربية عن إسرائيل قال نائب رئيس مجلس الأمن الرسي دمتري مدفيدف أن رفض كييف فالانضمام للنيتو لا يكفي لإحلال السلام مشيرا إلى أن هناك أربعة أسس لاستخدام روسيا للسلاح النووي وهي غير مرصودة حتى الآن بحسب تعبيره العقيدة العسكرية لبلادنا ليست سرية وهناك أيضا وثقة خاصة تسمى أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي تتضمن أربعة أسس لاستخدام السلاح النووي تشمل تعرض روسيا لإطلاق الصواريخ النووية واستخدام الأسلحة النووية وضرب البنية التحتية لقيادة الأسلحة النووية أو غيرها من العمال التي تمثل خطرا على وجود دولة روسية حتى الآن لم نرصد مثل هذه العمال مدفيدف حذر في حديث لقناة LCI الفرنسية من أن أوروبا لن تحصل على كميات الغاز التي تريدها إذا قامت بلي ذراع روسيا لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا لقد قمنا ببناء خط أنابيب الطيار الشمالي 2 ووفينا بجميع التزاماتنا لكنهم هم من رفض وقالوا أنهم لا يحتاجون الغاز الروسي وأنهم لا يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع أي أن هذه هي نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب نعم نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعقد عليها لكن إذا قاموا بلي ذراعنا فمن المحتمل أن لا يكون حجم توريد الغاز بالكميات التي تريدها الدول الغربية قال الرئيس الصبر الصربي أليكساندر فوتشيتش أن أي دولة أوروبية لا يمكنها التعامل مع أزمة الطاقة الحالية أو أسعار الغاز اليوم على وجه الخصوص وخلال افتتاح أحد المعارض أضف فوتشيتش أن الأوروبيين سيواجهون مشاكل هذا الشتاء وستبدأ خلال فصل الخريف بسبب الصراع في أوكرانيا وتحدث الرئيس الصربي عن ارتفاع تكاليف الغاز التي لن تتحملها الدول الأوروبية وكان فوتشيتش قد قال في وقت سابق أن الصربيا ستكون في حالة طوارئ غير معلنة أو غير معلن عنها خلال الأشهر الثمانية المقبلة وهو أصعب موقف تواجه البلاد منذ أكثر من عقد وفق تعبيره يتأزم إذن مسار قطاع الطاقة في القارة الأوروبية المخاوف من نقص الغاز تتزايد وسط تساؤلات بشأن المدى الزمني لتحمل أوروبا دفع أثمان الحرب في أوكرانيا علي الأحمر تتعظم أزمة الطاقة في القارة الأوروبية على نحو كبير شبح نقص الغاز بات يطارد الأوروبيين في وقت تنضب فيه تدريجيا امدادات الغاز الروسية أوروبا الملوعة من صيف قائذ تستعد دولها لشتاء قارس بملء خزناتها بأكثر من 50% من الغاز فيما أظهر تقرير اقتصادي أن الحكومات الأوروبية خصصت ما يصل إلى 280 مليار يورو لتمويل إجراءات تخفيف أثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات في ألمانيا تراجع السهلاك الصناعيين للغاز الشهر الماضي بنحو 21% مقارنة بما كان عليه في الأعوام الأربعة الماضية وذلك تماشيا مع دعوات الحكومة إلى خفض السهلاك الغاز لتجنب حدوث نقص في هذه المادة وفيما تتأرجح أسعار الغاز بعد وصولها إلى مستويات قياسية يستعد البريطانيون لمواجهة ارتفاع في صقف أسعار الطاقة ابتداء من تشرين الأول أكتوبر ما سيؤدي إلى زيادة التضخم وهو القرار الذي حذر عمدة لندن من تسببه بكارثة وطنية لكن الخشية تكمن في لجوء هذه الدول إلى البحث عن الخلاص كل على حدة ووضعها قيودا على غيرها من الدول ولسيما أن النرويج وهي المصدر الرئيسي للكهرباء في الاتحاد الأوروبي تعتزم الحد من صدرات الكهرباء إلى الجيران الأوروبيين بغية حماية المستهلكين النرويجيين في المنازل والمصانع وذلك بعدما أدى الجفاف إلى تراجع انتاج الكهرباء بالطاقة الكهرومائية توقعات هذه الأزمة تتجاوز الحدود الضيقة لوحدة الموقف الأوروبي إزاء الحرب في أوكرانيا بما يشمل تمرد دول أوروبية على سياسة مقاطعة روسيا ومعاقبتها أو ربما التفكك مع تعاظم الشعبوية واليمينية برغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو ما زالت البضائع الروسية النفطية وغير النفطية تصل إلى الولايات المتحدة فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشييتد برس أن أكثر من مليار دولار يتم تحويلها شهريا من الولايات المتحدة إلى روسيا لقاء السلع المستوردة أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة شحنة من الأخشاب والمعادن والمطاط وغيرها من البضائع الروسية وصلت إلى موانئ أمريكية في الأشهر الستة الماضية وذلك بحسب ما كشفت وكالة أسوشييتد برس وأفادت بأن تدفق البضائع يدر مليار دولار شهريا لروسيا رغم أنه يقل عن ما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا حين كانت ستة آلاف شحنة على الأقل تصل إلى الموانئ الأمريكية استمرار التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة يطرح الكثير من الأسئلة حول جدوى العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية التي يقول المسؤولون الأمريكيون إن هدفها حرمان روسيا من إيرادات مالية قد تستخدم في تمويل الحرب ولسيما أن إحدى الشركات التي تزود الجيش الروسي بالمعادن لصنع طائرات مقاتلة لا تزال تجري صفقات بالملايين هذا فضلا عن أن شركات الطاقة الأمريكية تواصل استيراد النفط من كازاخستان عبر موانئ روسية ما يعني أن المستوردين الأمريكيين يسددون عشرة ملايين دولار كل عام لروسيا لقاء استخدام البنية التحتية للموانئ والمراسي أكثر من 900 شحنة من المعادن صدرت من شباط فبراير وحتى تموز يوليو من بينها 4000 طن من الرصاص الروسي المستخدم في صناعة الأسلحة والذخائر كما أن شحنة بملايين دولارات من مكونات سيارات تويوتا تصل من روسيا إلى نيو أورليانز متجهة إلى المكسيك أو كندا ويذكر أن التجارة الزراعية بين البلايات المتحدة وروسيا لم تكن مشمولة بالعقوبات ولا يزال مسموحا بها إلى حد بعيد ولعل هذا ما يبرر غصول المأكولات الوحرية والمشروبات من روسيا إلى السوق الأمريكية بسهولة تامة موسيقى أعلنت الولايات المتحدة استحداث منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي وسط تعزيز روسيا والصين لوجودهما في المنطقة القطبية المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن الوزير أنتوني بلينكين سيعين قريبا سفيرا متجولا مهمته التعامل مع دول القطب الشمالي ومجموعات السكان الأصليين مضيفا أن منطقة القطب الشمالي تشكل أهمية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة وأولوية للوزير بلينكين قال رئيس الأمريكي جو بايدن إنه يسمح أحيانا للقائد العام بأخذ وثائق حساسة معه إلى المنزل وذلك اعتمادا على طبيعة تلك المواد ومساحة العرض وجاء ذلك في معرض رده على سؤال عن الوثائق الحساسة التي وجدت في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيث رأى بايدن أن بروتوكولات التعامل مع المعلومات الحساسة تعتمد على نوع الوثيقة وأمان مساحة المشاهدة تصريحات بايدن جاءت بعد ساعات على كشف وزارة العدل الأمريكية عن نسخة منقحة من مذكرة تفتيش مقر إقامة ترامب ومقال في صحيفة الناشنل انترست يصنفه خطرا أمنيا مستمرا على الولايات المتحدة حسين السيد مرة جديدة يشغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأعلام والرأي العام بعد إصدار وزارة العدل الأمريكية بيانا جديدا حول ما صدرته من وثائق سرية كان يحتفظ بها داخل منزله تكشف الوزارة نسخة منقحة من مذكرة تفتيش مقر إقامة ترامب وفيها حديث عن مستندات مصنفة سرية للغاية يبدو أنها تحتوي على معلومات متعلقة بالدفاع الوطني كان قد استعادها مسؤول الأرشيف الوطني بداية العام الحالي تصرفات ترامب غير المألوفة دفعت ببول بيلار ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق إلى طرح السؤال التالي لماذا يعتبر ترامب خطرا أمنيا مستمرا على الولايات المتحدة يجيب بيلار بمقال له في صحيفة ناشونال انتريست بالتحذير من أن سوء التعامل مع الكمية الهائلة من المواد الحساسة المصادرة شكل مخاطر جسيمة على الأمن القومية خاصة على مصادرة الاستخبارات وأساليبها وكذلك على الجوانب الحساسة للدبلوماسية الأمريكية وعما يمكن أن يفعله أو ربما فعله بهذه الوثائق يتحدث الكاتب عن وجود احتمال بأن يكون ترامب قد عمد إلى تخريب سياسات الإدارة الأمريكية من خلال التسريبات الانتقائية للوثائق أما الاحتمالات الأكثر شناعة وفق بيلار فتتمثل بعلاقات ترامب مع روسيا محذرا من أن ترامب بحيازته لهذه الوثائق عالية السرية لديه ما يبيعه وربما لا يزال يرغب في بناء برج ترامب في موسكو بريكينغ هستوري كتاب لمذكرات جاريد كوشنر عن الكثير من القضايا في المنطقة إبان حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ربما ليست قراءته هي المهمة بقدر قراءة ما بين أسطر الظروف التي نقلت الرجل من عالم المقاولات إلى السياسة كيف استغل كوشنر صلة القرابة بترامب لتحقيق غايات شخصية مرتبطة بعقد الصفقات المالية وكيف أقحم كوشنر أو اقتحم كوشنر على رويقة ديبلوماسية وتربع على عرشها مقررا وصاحب شأن إلى يسار دونالد ترامب كان هناك جاريد كوشنر نحن هنا لا نتحدث عن مستشار أو وزير أو أي مسؤول أمريكي نحن نتحدث عن أمريكا القوة العظمى التي نزلت في عهد رئيس أمريكي إلى درك أهواء مقاول الصدفة أوصلته إلى حضن النفوذ وهناك تحول إلى المقاول الشامل الصراع العربي الإسرائيلي بكل ما يحويه من تاريخ ودم ودموع وضع كألعوبة في يد رجل اعتقد أن مصائر الشعوب تحدد بوجبة طعام يتناولها بيبي بن يمين نتنياهو مع وزيري خارجية البحرين والإمارات بعد اجتماع الغرفة الزرقاء الشهير في البيت الأبيض هذه واحدة من مكنوناته التي يكشف عنها جارد نفسه في كتابه بريكينج هستوري في كل ما كتبه من تزوج ابنة ترامب وأصبح مستشاره للأمن القوم لاحقا نقرأ أمريكا من الداخل أمريكا التي تشبه الكثير من إدارات الدول المتخلفة حيث لا كلمة تعلو فوق المصالح الشخصية والنفعية على حساب كل شيء في الأمن والسياسة والاقتصاد فمن أين لهذا الشخص أن يوعز إلى فريقه صياغة إعلان الاتفاق الإبراهيمي كما أقره بنفسه بعدما استفاض بالحديث عن بيبي في تنصيقه الهاتف الشهير بين ولي العهد السعودي والأمير القطري يعترف الرجل أنه استعانى لإنجاح الاتصال بصفحة من كتابه القديم في إبرام الصفقات التجارية هو حول دولنا إلى صفقات تجارية ونحن قبلنا ذلك على الأقل هذا ما تشبه الحيثيات التي أوردها عن علبة التمر ومكبر الصوت دخيل هو في القلب والقالب لكنه متحكم فقد فضح نفسه من حيث لا يدري عندما وصف حاله كيف تملكته العصبية عندما تحدث الرجلان بالعربية لعشر دقائق وهو لم يفهم شيئا تعيش بوليفيا حالة من التشنج بعد محاولات المعارضة اليمينية استهداف حكومة الرئيس اليسري لويس آرسي هي أزمة داخلية بدفع خارجي مفتعل لإبعاد البلاد عن توجهاتها اليسارية يواجهها مناصر الرئيس بمسيرات داعمة له في العاصمة لباز ومدن أخرى تتفاعل خطوط المواجهة السياسية الساخنة في بوليفيا نفوذ واسع لليسار البوليفي في مقابل المعارضة اليمينية المتصدعة التي رمت البلاد عقب الانقلاب لمدة سنة كاملة في الحضن الأمريكي فترة عاد بعدها الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إلى الشارع ليتصدر صفوف البوليفيين الداعمين للرئيس الحالي لويس آرسي حيث غصت شوارع العاصمة لباز بمسيرات داعمة في مواجهة محاولات المعارضة اليمينية لإطاحة الحكومة نحن هنا اليوم مرة أخرى لنؤكد وحدتنا من أجل ثورتنا العظيمة والديمقراطية والثقافية بقيادة الأخ الرئيس لويس آرسي عندما تتخلى مجموعات اليمين على الديمقراطية فهي تحاول القيام بانقلاب إنهم يحاولون استخدام حيال قديمة يعرفها البوليفيون جيدا ومن هنا أؤكد لكم أن مدبري الانقلاب لن ينجحوا الاتهامات اليمينية للحكومة اليسارية البوليفية المتعلقة بغياب الديمقراطية والاتهاض السياسي تشير إلى الوسائل التي تسكن المطابخ السياسية الأمريكية هي وسيلة نمطية تفضلها واشنطن لتوسيع ممر تعميق حالة الانقسام في البلدان المناوئة لسياساتها فالأجواء المشحونة التي تقبض على الشارع في بوليفيا لا تبتعد بطبيعة الحال عن المحاولات الخارجية التي تقضها الولايات المتحدة بوسائل محلية لإسقاط حكومة الرئيس لويس آرسي واستعادة بوليفيا إلى حضنها بعد الصدوع التي أصابت الهيمن الأمريكية في أمريكا اللاتينية وأخيرها في قولومبيا حفرة جديدة على درب القاطرة الأمريكية تعمقها الحظوظ الكبيرة للرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا للعودة إلى المشهد الرئاسي في البرازيل إخفقات متراكمة تسعى واشنطن لاستيعابها من البوابة البوليفية التي تمثل حاجزا جغرافيا يفصل بين دول أمريكا اللاتينية قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن بيروتا بصدد التنصيق لزيارة إلى الجزائر لبحث مد لبنان بكمية فيول شهرية تكفي لرفع ساعات تغذية الكهرباء إلى تسع ساعات يوميا العلاقة مع العراق والاتفاقية العراقية ستتأمن لنا بحسب أسعار اليوم حول الأربعين ألف طون فرح يفضل عنا حاجة إلى مئة وعشر تليف طون هؤل مئة وعشر تليف طون لازم نأمن فريق آخر دولي صديقة تعمل معنا اتفاقية لتأمين هذه الكميات عم بحكي أنا شهريا مئة وعشر تليف طون إضافة لحتى نقدر نعطي تسع ساعات كهرباء وفي لبنان أيضا يعيد اطلاق مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب الأمل إلى القطاع الفني اللبناني مجددا بما سيحمله من رسائل ومعطيات إيجابية على أكثر من صعيد فرح عمر فسحة أمل تنتظر القطاع الفني اللبناني مع اطلاق مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب على الأراضي اللبنانية فالمقر الرابع للاتحاد عالميا يحمل مبادرة عنوانها تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والفنية والإعلامية بمشاركة خبرات لبنانية اللبنانيين هن رواد في الانتاج وبالعمال السينمائية والدرامية مقر اتحاد المنتجين العرب في بيروت طبعا حيفعل هذا النشاط حيفعل الانتاج للمحل وحيخلق فرص عمل كتير كبير المقر سيواكب تطورات الهائلة التي يعيشها قطاع الفني في العالم لبلورتها في لبنان في الدراما والمسرح والأعمال الوثائقية والموسيقية بعدما استطاعت المسلسلات والأفلام اللبنانية حجز مكان لها في الساحة الفنية في العالم العربي رسالة الأهم هو انتاج أعمال إعلامية من لبنان للوطن العربي بهدف توحيدي بهدف تكاملي وليس فقط تنافسي بيروت طول عمرها مش بعيدة عننا كالتحاد المنتجين العرب وعمرنا ما غفلنا عنها من يوم التأسيس لغاية النهاردة في رموز كتيرة جدا أعضاف تحاد المنتجين العرب قبل ما نختار مقر بيروت وبيروت ليس جديد عليها الانتاج من الستينات كانت بتعمل انتاج مشترك يسعى الاتحاد عبر مقره اللبناني إلى إحياء مشاريع عديدة مستقبلا بمشاركة مقره الأخرى في دول عربية وهو ما سيفتح الباب أمام الوصول إلى أكبر عدد من الطاقات الشبابية والتوجيه الأمثل لمهاراتهم مع تأمين فرص عمل عديدة لهم في البلدان العربية في ظل الأزمات الراهنة يحمل إنشاء مقر اتحاد المنتجين العرب في لبنان بشائر إيجابية ويؤكد أن لبنان الذي كان منارة للفن والإبداع سيستعد مكانته فرح عمر بيروت الميادين أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها تقاضي شركتين فايزر وبيونتيك لاتهامهما بانتهاك براءات اختراع في تطوير أول لقاح ضد فيروس كورونا وقالت شركة موديرنا أن شركتين قد نسختا تقنية ما يعرف بالحمض النووي MRNA التي طورتها قبل الجائحة من جهتهما أبدت شركتان استغرابهما إثر الإجراء قبل أن تعربا عن استعدادهما للدفاع بشراسة عن مصالحهما في وجه تصريحات موديرنا طلاب اليمن والكادر التعليمي يواجهون حرب التحالف السعودي بالصمود والمثابرة والأوائل على الجمهورية اليمنية في الثانوية العامة مثال لقصص نجاح تحدت واقع الحرب أحمد زبيبا الحرب السعودية شكلت على قساوتها دافعا للشبان اليمنيين المتفوقين في الدراسة لتحدي مواجهة الواقع الذي فرضه التحالف السعودي في ظل حصار متواصل واستهداف ممنهج للعملية التعليمية في البلاد لا مستحيل لدى الشابة أماني صاداق التي تعاني من الإعاقة البصرية وها هي اليوم تحصد المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية اليمنية في القسم الأدبي تفوق سقلته الحرب السعودية كما تقول لتواجه الواقع برغم الإعاقة والحرب رغم ظروف الحرب طبعا وظروف اليمن هذه الصعبة والعدوان بس احنا تحدينا كل شيء وبذلنا جهة رغم انقطاع المعاشات رغم الظروف الصعبة الشاب علي العزي هو الآخر حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة في القسم العلمي واجهتنا صعوبات كثيرة منها القصف الذي كنا نذاكر الليل ووقت العزر كذا ونسمع القصف لو ما كان يحبطنا ويحبط مع نوياتنا كذلك عندما نبكر الصبح للمدرسة ونأخذ المواصلات كانت بسبب انعدام البترول والغاز ثلاثة آلاف وسبعمائة مدرسة ومنشأة تعليمية أصبحت خارج الخدمة بعدما استهدفها التحالف وأزمات متعددة طالت طباعة الكتاب المدرسي تزامنا مع انقطاع رواتب المعلمين استمرت العملية التعليمية أولا بجهود المعلمين والمعلمات في الميدان وثباتهم وصبرهم وتضحيتهم وعطاهم طيلة هذه الفترة أضيف إلى ذلك التفاق في المجتمع من حول المعلمين والدفع بأوليائهم رغم كل الاستدافة أحيانا كانت تقصى في المدارس أثناء الدوام الرسمي مليون طفل وفتاة خارج العملية التعليمية وفق تقارير أممية واقع لم يمنع اليمنيين من الاستمرار رغم المعاناة والآلام أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين متحف الزجاج والفخار في طهران يأخذ زائريه في جولة فنية وثقافية إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام مالك عابدة كما لو أنك في كرنفال فني جميع التحف هنا تتنافس أي منها أكثر جمالا على الرغم من أن عمر بعضها قد تجاوز ثلاثة آلاف عام كقطاع زجاج الأنبوبية هذه التي استخدمها الإيرانيون لتزيين قصورهم في الحقبة الساسانية يعرض المتحف تسلسلا فنيا وتنوعا ثقافيا مختلفا فهو يوضح تطور صناعة الزجاج والفخار في إيران في الأزمنة القديمة كما أن الآثار التي يعرضها هنا ليس لها شبيه في أي مكان آخر لقد رأينا مجموعة من الآثار الفخارية والزجاجية إنني معجب جدا بجودة هذه الأعمال الفنية فهي مثيرة للاهتمام والدهشة في مبنى تاريخي كان منذ عقود مقرا للزفارة المصرية تعرض نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية من الزجاج والفخار صحيح أن بعضها يختلف عن بعض في اللون والتصميم لكنها تشكل مجتمعة فسيفساء فنية تعكس الذوق الفني الإيراني القديم ما أثار أعجابي هنا هو بعض المجسمات الحيوانية كهذا الإبريق المشبك الذي هو على هيئة ديك كيف تمكنوا من صناعته بهذا الجمال برغم عدم امتلاكهم أدوات متطورة لقد أعجبتني طريقة عرض التحف في المعرض إنها دقيقة ومرتبة بطريقة جذابة ما نراه هنا يعيدنا إلى آلاف السنين ويعلمنا بأن الفن لا يموت بل يبقى إلى الأبد مكانة الحيوانات المهمة لدى القدماء دفعتهم إلى جعلها جزءا من ثقافتهم الفنية إلا أن ما يميز هذه القطع الأثرية هو حفاظها على ألوانها النباتية الطبيعية حتى اليوم رغم مرور الزمن هذا المتحف هو الوحيد من نوعه في إيران واحتواءه على هذا الحجم من القطع الأثرية والفنية منحه لقب خازن كنوز إيران الزجاجية والفخارية كما جعله من أفضل وجهات السياحة في إيران بالنسبة للإيرانيين والأجانب مالك عابدة طهران الميادين إلى العنوين إطلاق نار على دورية إسرائيلية في نابلس وقوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة تونس ترفض اتهامات المغرب باتخاذ موقف عدواني تجاهها على خلفية استقبال زعيم جبهة البوليساريو والرباط تستدعي سفيرها للتشاور المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي يفشل في التوصل لبيان ختمي والوفد الروسي يعلن أن كذب دول بشان أوكرانيا منع صدور البيان مدفيدف يهدد أوروبا لن تحصل على كميات الغاز المتعاقد عليها إذا حاولت لي ذراع روسيا برفضها إطلاق خط التيار الشمالي 2 للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين بطنت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة